خبر اقتصادي خدمي استمرار انخفاض اسعار الطاقة في النمسا للشهر الحادي عشر على التوالي وبنقول ان اسعار الطاقة المنزلية حققت انخفاض ملحوظ في اغسطس وتراجعت بنسبة واحد وتسعة من عشرة بالمية بس ليه المواطنين لم يشعروا الى الان مع زيادة الاسعار في حاجات تانية كتير مفيش شعور بهذا الانخفاض في اسعار الطاقة نعم وكان المفروض برضو يعود موضوع انخفاض الطاقة بناء على الوضع اللي موجود فيه على اعتقد المجالات كافة نعم صراحة طيب استاذ مدوح انا هذا الخبر بهمني جدا بس انا عم بدور على الشغل استنى لا تعطي الصورة عندي انه موضوع انخفاض اسعار الطاقة اسعار الطاقة بالنمسا انه هذا شيء هام بالغ الاهمية هذا الموقع هذا الموقع سيد الكريم هذا اللي انا بدي اطلب كل واحد عم يسمعني هلا يدخل عليه ومن خلاله يحسب يحسب تكاليف الطاقة عنده تمام اسم الموقع بيحسب لك بيحسب لك قديش انت بتقدر انك تستهلك او افضل مزود للك بالطاقة انا رح اعمل تاريف كالكوليتر تاريف كالكوليتر نيجي لهون بالبداية اعمل لك يعني مثلا هلا رح حط انا عنوان معين ماشي بدنا نحن بدنا نحن ناحد هون هاوس تحط عنوانك بالبوست ها بمزي ايرتسال نمر اس سمارت بغض النظر ايرفر بانت انيار قديش بتستهلك كهرباء بالسنة مثلا انا بستهلك 3000 3000 واط بالسنة اعمل لك مين المزود القديم للك كذا 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 بنعبيله بعض الامور بنعطيه هون هون بيعطين ايوة شوفوا هون يا سيدات يا سادة هون بيجي فورا بيعطيك بيعطيك فورا امامنا بيعطينا فورا كل العروض الاسعار اللي بتعطيك افضل سعر لاستهلاكك لاستهلاكك بالسنة بتحط له ان كان الغاز ان كان الغاز ان كان الكهرباء فورا بيعطيك افضل العروض وبإمكانك فورا انت بحتاج ان انت تعرف اسملاكك السنة الماضية يعني شوف طغري اعطاني السعر قال لي مثلا عند الشركة الفلانية 3000 كيلو واط بالسنة 696 يورو العرض اللي بعده 704 75 708 709 710 وانت ماشي وانت ماشي ولسه في عروض ولسه في عروض لاحظ لسه في عروض لسه شوف في عرض 1400 يعني دليل انه دليل انه في تفاوت شكرا في تفاوت كبير بالاسعر لسه اتني في حدا عم يعطيك السعر 1341 بالمقابل انه في غيره اعطاك السعر 1600 696 يعني نصف اقل من نصف السعر فبالتالي انا ادعو كل من عم يسمعنا هلا ما بعرف اذا في امكانية نعمل هيك ويشاهدنا ويشوفنا اي كنترول تاريف كل لكتور يدخل عليه على الانترنت يدخل عليه ويحطه واللي ما بيلاقي واللي ما بيلاقي الموقع يبعط لنا هالخاص وانا بيبعط له اياه فبالتالي بتقدر توفر مبالغ كتير كبيرة صراحة بالسنة بالسنة تمام شي للصورة استاذ ابت القادر بتقدر بتقدر انك توفر مبالغ كتير كبيرة بهذا الخصوص فبالتالي فبالتالي عرض الاسعار فعلا اسعار الكهرباء عم تنخفض لانه التضخم عم بير تراجع اسعار الكهرباء اسعار الغاز كل هاتها اتراجعت ولكن في زيادة في اسعار المواد الغذائية على النقيد هذا التضخم هذا قصة تانية عادل يعني على النقيد انه هناك استمرار في عملية ارتفاع الاسعار اشتركوا في القناة